هل هو مكان للتفريخ إرهابيين جدد أو دواعش جدد؟ لا، ليس شيء، هو الانتهاكات التي تصير على النساء والأطفال هناك شيء بشأ جداً من يقود هذه الانتهاكات؟ الدواعش الموجودين في المحطات الموجودة أعتقد يتلف محطات A, B و C فهما الـ C الذين يعبرون على المحطة الأولى والثانية وتبدأ الانتهاكات حالات الاختصاب كثيرة جداً داخل المخيم؟ داخل المخيم بالهوض زائدة المتاجرة بالنساء وفي أعضاءهم كذلك كبيرة والأتداع الأطفال الموجودة نحن الحالات التي نجيبها حالات كل مأساوية دين هذا، شون يصير كل هذا بداخل المخيم؟ يعني ماكو سيطرة للأمريكان؟ لا لا، أبداً ماكو، ماكو أي سيطرة